اول حاجة ان شاء الله يحمل في تطور مادية. دانية هتريح كده بقى ان شاء الله والحالة المادية هتزبط شوية. و هنبتدي بقى عندنا شوية امان من الحالة المادية. في عجرة حظ كمان بازن الله الحظ هيدور. اما انت هتبتدي بيزنس. اللي بيبتدي بيزنس دلوقتي يا جماعة. الوقت كويس جدا جدا. عايز يعمل اي مشروع كبير او صغير يعني اي ان كان في عجرة حظ عندك. والدنيا العجرة دايرة. دايرة ان شاء الله في تيسير في الامور. الدنيا بإذن الله فيها تسهيل فيها تسهيل. متيسرة. عندنا queen of ones. في قيادة بقى شوية دلوقتي يا حمد. قائد في مجالك المجالة اللي انت فيه. يعني لو انت بتشتغل في شغل ادمت مثلا فبقى لك لا بقى ليك position فيك. فبقى الناس انت بقوا تابعين لي. من شرط على فترة تكون وصلت لمحورة انت مدير او حد انت فوق حد بس بخبرتك واقدميتك بقيت قائد في مجالك. انا بشوف الكارتة دا كمان بيديه بقى سالتان خالص غير الموجودة في الكتاب. دا يحمل انت عندك العقل. وعندك المشاعر. الاتنين مع بعض. ماشيين مع بعض الشهر دا. والقطة الحلوة اللي قاعدة قدامك دي دي شخص منك شخص منك شخص قراب منك جدا ليحميك. واقف قدامك حارس يصد عنك ويمنع عنك اي قذر. انت عندك حماية واضح ان عندك حماية من شخص انت عزيز عليه جدا. فيه كمان كارت مش لطيف. الناس اللي مش شكين ان ممكن يكون فيه علاقة سلسية في حياتهم. سواء هما او شركهم. دي طاقة علاقة سلسية. كأنكم مسمعكوش حاجة الكارت دا بيبقى معناه الاحتفال. كويس احتفال بشيء معين. بسألة برضو ميلة ان هو مش احتفال. دي فيه حد فيه عنده علاقة تالتة. هبسألكم موضوع اكتر. مش شرط تكون العلاقة قامت بالفعل. ممكن يكون مجرد تفكير في شخص تاني. الحمل تفكر شخص تاني غير اللي معين. وممكن يكون برضو الحمل اكتشف ان شريكه هو اللي بيفكر في حد تاني او ممكن يكون في علاقة مع حد تاني. الصوت. طيب ترتب عليه هنا بعض. انا شايفة هنا فراء بعد مرحلة من المعافرة والخناء والدفاع عن النفس او المنافسة في حال منافسة جديدة في حال التوتر بالنسبة للموضوع دا. بس انا عايز اطمنكم ان الموضوع هيهدى. يعني المية اللي بتتحرك كتير فيه اكشن كده كان حصل. المية اللي بتتحرك كتير كتير قوي دي هتبتتي تهدى. بنبتدي نبعد عن المية اللي بتتحرك بسرعة دي ورايحين لمية هادية. يعني انت ان شاء الله عديت بمرحلة او هتعدي بمرحلة فيها شوية نزاعات وشوية مرسية لولي. فيها شوية اكشن ويعني فيها شوية احزاس متتالية بسرعة جدا ورايح لمكان اهدى ان شاء الله. فيه ناس بتقول الصوت وحش وفيه ناس بتقول الصوت حل. ان يكون الله صح وانا بحبه. مرسية فاطيمة طيب ترمى بتقول الصوت كويس. اللي عنده مشكلة في الصوت يا جماعة يخرج ويخل تاني. طيب شايفة حالة انعزال او حالة انسحاب من الحمل قرر ان هو ينسحب. بناء على الحالة التوتر اللي هو فيها دي قرر ان هو ينسحب ويفكر لوحده بهدوء. مش عارفة ليه الدنيا ابتدت تقلب معي دلوقتي لحاجة تانية خالص. شكلك كده يا حملت تسرعت. واطلقت حكم مش صحة. ليه؟ شايفة شريك شريك بيحب شخص بيحب بيقدم لك شيء بيحبك بجدد. دي مشاعر حقيقية المشاعر دي مشاعر حقيقية. ركز كده يا حمل يمكن تكون تسرعت وما كانش فيه علاقة سلساء او حاجة يمكن يكون دي مجرد اوهام في دماغك. هنشوف دلوقتي هيأكدها لي الحالة العطفية. هنشوف. بس هانتكلم في المجمل. حالة الصحية الحمل ان شاء الله كويسة. بان عليها كويسة جدا. في تطور مادي زي ما قلنا. في عجلة حظ بالدور. في تأسير في الامور. لان ان شاء الله هتبقى اكتر مرونة. اه شايفة قيادة. وشايفة عقل وقلب ماشي مع بعض على خط سواء. وشايفة هنا كمان حد بيحميك ووقف قدامك حارس. اه شايفة طاقة علاقة سلسية. اه يعني النتج عنها اه حالة صراع وخناقة كبيرة جدا. اه شايفة حالة انسحاب. اه وتفكير بتماعهم. بتفكر لوحدك. عايز تفكر لوحدك. عايز تنعزل عن العالم. يعني عن الحواليك. مش عايز تكون مع حد. اه هيتأكدي القرية اللي انا شفتها دي. اذا كانت صح ولا لا. وانت فعلا اه اسقت الحكم او ظلمت شريكك ولا لا. هيبان. بس انا شايفة ان الشريك بيحبك الحمل. دلوقتي اللي مع شريكه شريكه بيحبه. بالنسبة للناس. الناس السنجل. دي مشاعر جديدة. اوكي مشاعر جديدة. مشاعر يعني اللي هي في اولها. اللي هي تبقى مرهفة دي. الناس اللي ما عندهمش ارتباط من الحمل. الشهر ده بازن الله. في مشاعر جديدة. اه. شايفة فراء. بس ده مش طبعا ما اعتقدش. مش بالصورة عادي ان يحصل الفراء ده. اه. في فراء. في بعد. بس البعد ده لمصلحتك يا حمل. بس الدنيا شكلها هتهدى. في مية هادية بازن الله هتعدي بيها. اه. دي القراءة اللي انا شايفاها. انا مش قادر استنى وعايزة اشوف القراءة العاطفية اخبارها ايه عشان عارف اللي انا شفته ده. مزبوط ولا لا. تمام. اللي هيسألني فيه صفر ولا لا الحمل انا مشوفتش كارت صفر الشهر ده. اه. الحالة الصحية كويسة. والحالة المادية ان شاء الله في التطور. ان شاء الله عشان. ايه يا نهد بعد الشرع عليك يا حبيبتي. الصوت لو سمحتي ميلو يا بابينع. الصوت كويس عالفكرة يا جماعة. هنصوت هنصوت الابراج دي يا جماعة بعد لما هنخلص اللايب النهار ده هنبتدي تصويت الشهر الجديد والابراج الجديد. اوكي. ما فيش صوت. طب يا جماعة اللي عنده مشكلة في الصوت ممكن يجرب يدخل اه يخرج من اللايب ويدخل تاني. تماما. اه اوكي. الصوت حلو وواضح اللي بيشتكي من الصوت اكيد من عنده مشكلة. مرسين يا سنين تانكيو 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 تانكيو. اهي اهي من نوقه هي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ماشاء الله دي ما حلوة جدا جدا جدا. طيب واضح يا حمل الناس اللي قلوه صح جدا. اللي شكين في علاقة سلسية. او ان شركهم بيخونهم. اه انت تسرعت يا حمل. الموضوع مش كده. ولو كان حصل بالفعل. فهي ما يعيش علاقة بالمفهوم اللي اعتبرها هافوة. غلطة. يعني انت اللي في القلب تعملين قصدي ممكن تكون غلطة. حصلت لكن ما هيش علاقة يعني علاقة. لا هي ما وصلتش للمرحلة دي. ممكن تكون هافوة. لاني شايفها. شايف الطاقة كويسة جدا. الطاقة اسرة سعيدة. اه الناس اللي لسه ما ارتبطوش. دي الطاقة ما بينهم انهم عايزين يبنوا عيلة جديدة. اه الشريك. الشريك شايفك ازاي بتطلق احكام. قاعد وتطلق احكام. اه يعني بالراحة عليه شوية يا حمل. اه لانه واضح ان انت تسرعت فعلا. اتمنى يكون كده. انت شايفه ازاي. انت شايفه حبيب رجوع شخص. يعني بتحبه شخص عزيز عليك جدا. شخص قريب لقلبك. اه الطاقة حلوة. اللي بيحصل دلوقتي فرص جديدة. هنبتدي دلوقتي فرص جديدة. لعل اكون سبب. انه السوق التفاهم. او الفهم الغلط اللي حصل عندكم. ده دي نبتدي نصلحه. دي فرص جديدة دلوقتي. هنبتدي نبدي فرص ان شاء الله لبعد. وهتستغلوها كويس. وبصوا خبر حلو ازاي. تسمعوا خبر حلو. وفيه شمس بتطلع نجاح. العلاقة بإذن الله نجحة. وفيها سعادة وفيها امان. وحاجة بسم الله ما شاء الله كويسة جدا. فحنعتبر لو كان حصل خطأ من شريكك يا حمل. انها هفوة. يعني عديها. مش مش مقصود بيها خيانة. ومش مقصود بيها انو يبدأ عمك خلص. لا الشريك بيحبك ما في المينة. ما في المينة. طيب. تعالوا نشوف. اوكي. فعنشوف المجموعة التانية. وولاك كيز حيبت تختارنا بقى بالنونة النهاردة. للقراءة الخاصة المجموعة. بص يا ملنة. ممكن تكون علاقة قديمة. بس هاي مشاعر جديدة بتحسوها البعض. ممكن تكون قديمة. احتمال. مرسي يا صحر قوي قوي. اسلاميلي يا روح. باذن الله. ميكوب ارتست زوزي. كلامك صح قوي. بشكرك يا ام خالد. حاجة محمد اسلاميلي بشكرك. باذن الله. باذن الله. باذن الله حبيبتي كل الخير ان شاء الله يكون. سنجل صارة لو انت سنجل. انا شايفة فيه علاقة جديدة للحمل الشهر ده. فيه شخص هيظهر. ان شاء الله. او يعني في الفترة اللي جاية دي. بشكرك جدا يا واقل. شكرا شكرا. يا سامي يا رباني خليك يروع. ايه كلام الحلو ده. اسلاميلي. خبت هاهدي himي. يا مسم ان شيراء مقم مقدمة نيو. bell mod لك فترسي.